بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام السلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته تعالوا بنا نستنبط الدروس والعبر من هدي رسول الله ومن قبس السنة المطهرة روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغدي فقال ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغدي فقال ماذا عندك يا ثمامة قال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فقال رسول الله أطلق ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي في هذا الهدي النبوي الشريف سدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف يكون التعامل مع غير المسلم عامل ثمامة بن أثالو الصحابة قابوا على أساس إنه أسير وربطوه في سرية من المسجد عمله بكل رحمة ولين وبكل شفقة ورأفة ولطف بقول له يا ثمامة من بني حنيفة ثمامة دا من أهل اليمامة سيد في قومه ماذا عندك؟ فثمامة بيد أسليب تحذير وإغراء بقول للنبي بص يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم لو قتلتني أهلي هيأخذه بثأري وإن تنعم تنعم على شاكر أشكر أن صنيعك وإن كنت تريد مالا أعطيتك سابوا سيدنا النبي أول يوم اليوم اللي بعديه سألوا اليوم التالت سألوا ونفس الإجابة بتاع ثمامة فسيدنا النبي قال للصحابة أطلقوا ثمامة فأطلقوا فخرج من المسجد النبأ ووصل لما كان فيه نخلغ تسل ورجع للنبي لكن رجع بوقه غير الوقه الذي ذهب به وقال لرسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا محمد ما كان على الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك ما كان على الأرض من دين أبغض إلي من دينك ما كان على الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك أما الأرض من وجهك وبلدك ودنك أحب الوجوه والبلاد والأديان إليك وشهد إليك في الإسلام وحسن إسلام بإيه هل بالسيف والقسوة والعنف والفضاظة والغلظة أبدا بالرحمة واللين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والدرس اللي بنتعلمه من هذا المنهج النبوي إن سدنا النبي عامل غير المسلمين برحمة ولي فهداهم الله لدينه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وأدبنا بأدبه اللهم أمين